السلام عليكم يا شباب عمين ايه ان شاء الله نحل السؤال الخامس في شيت الدي بي بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم السؤال اسمه ايه السؤال بيقول ان هو ان ستيرز فكرة السؤال ان انا عندي ان ستيرز ممكن اعمل حاجة من الثلاثة ممكن انا اخد خطوة واحدة او اخد خطوتين او اخد ثلاث خطوات يعني ثلاثة ستيرز يعني اول جول عايزة احسب عدد ان انا اقدر اجيب بيها اوصل اعلى قمة خالص في يعني مثلا انا عندي اتنين ستيرز فاي عدد الطرق عندي طرقتين طرية الاولى ان انا ممكن اخد step في step او ممكن اخد two steps مرة احدة اه ده مثلا ايب انا عايز اطلع له في الاخر ايه الاوبوت بتاعي الاوبوت المفروض ان في الاخر اللي اطلع لي اتنين اقول له عدد ال steps اللي انا اخده فايه ايه efficient solution في حاجة زي كده طبعا لو جيت افكر مش هلاقي ان في اي ممكن احنا تحرك عليه ليه لان انت عندك تلاتة كل مرة يعني انت كل خطوة يعني بيبع عندك تلاتة ممكن تختار ما بينه ايما ان انت تاخد step واحدة او تاخد two steps او تاخد تلاتة steps فعلشان تحسب كل حاجة بانت محتاج تتراي فتراي دي معناها ايه معناها دي بي على طول او لما بتعرف ان فيه تراي فتعرف ان فيه على طول دي بي تعالوا نفكر ايه اللي ممكن نعملها او ايه solution اللي ممكن نفكر فيه فال steps بتاعت ال دي بي على طول اول step ان احنا بنكونستراكت ال problem بتاعتنا فال problem بتاعتنا مسلا سهي ان هي نسميها stairs مسلا فال stairs دي مفروض ان هي ايه ال parameters اللي هتخدها تعالوا نفكر مع بعض ايه الحاجة اللي بتتغير هو قال لي ان هي بتاخد n stairs يعني انت الاوبوت بتاخد بتاعك عايز لما يدخلك n اتطلع له اوبوت طب هل في ايه حاجة ممكن تكون بتتغير تاني ما اعتقدش خلاص يبايل ان بس هل بتتغير فيش ايه حاجة تانية ممكن تكون بتتغير معي حتى كده عملنا تاني حاجة ان احنا بنجيب فدي ان انا ببدأ ادفاين الكيسز بتاعتي ايه لتلاتة بتاعتنا ان انا انا ممكن امشي خطوة يعني انا ممكن امشي خطوة او ممكن امشي خطوتين او ممكن امشي تلات خطوات طيب الاوبوت بتاعي بيبقى عبارة عن ايه بيبقى عبارة عن مجموع التلاتة دول مع بعض هوا ده الاوبوت بتاعي طيب ايه الباست كيس بتاعنا الباست كيس بتاعتي لو انا وصلت ان الان بيت بتساوي زيرو ده معناها ان انا قدرت توصل للدستنيشن بتاعتي طيب لو الان اظهر من الزيرو يبقى ده معناها ان انا عديت الديستنيشن بتاعتي طيب لو الس يعني دي الس اللي هي ان اكبر من الزيرو يعني لسه في عدد سلالي فساعة هروح اجرب التلات حاجات دول يعني ايه بقى يعني الوقتي مثلا لما لما كنت بجرب السلمتين دول يعني كنت بجربهم ازاي السلمتين اول حاجة انا ممكن اخد سلمة في التانية خطوة في اتنين فخطوة في اتنين دي جبتهم من الترايلز اللي تحت وانس ان بقت اللي اتنين دي بقت بزيرو يعني ده معناها ان انا وصلت الديستنيشن بتاعتي فعايز اجمع واحد لكن لو انا عديت الديستنيشن دي بقى انا عايز ايه بقى انا عايز دايما ان انا ريترن زيرو تعالوا مجرب نشوف نكتب كود للحاجة زي كده زي كده ازاي كده احنا عملنا الكود بتاعنا عمتا طبعا لو جربت ان انا شوف ايه الكمبليكسي اه لكود زي كده من غير ما عمله دي بي طبعا انت بتجيب تلاتة ترايلز فتلاتة اللي تي اف ان ماينس وان بلاس سيتا اوف وان يعني ده معناها ان هي هتبقى تلاتة باور ان لعدد الترايلز اللي انت ممكن تجربها طبعا ده رقم كبير جدا فلو حجربنا حابقا نحوله لدي بي اه ونشوف ممكن ايه اللي يحصل طبعا لو عايزين نشوف فيه اوفا لاب ولا اقا فطبعا يا فيه اوفا لاب كتير جدا ده سري بور ان يعني ليه لان انت عندك ان ماينس وان ان ماينس تو ان ماينس سري دي هتبقى ان ماينس تو ان ماينس سري ان ماينس فور انسون فاصلا من اول مرة هي وهي 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 طبعا يا فيه اوفا لاب كبير كتير جدا يعني فدي الخطوة الثالثة الخطوة الرابعة نحن نسويتش بقى فاتعالوا نروح نشوف الكود بنعمله ازاي طبعا بالنسبة للكود هنا فا اول حال خالص احنا عايزين نعمل الفونكشن بتاعتنا زي مثل الفونكشن هنسميها ستير زي ما احنا كنا عايدين مفروض ان الفونكشن دي بتاخد برامتر واحد اللي هو الان البيس كيس بتاعنا زي ما قلنا ان الان دي لو وصلت للزيرو فانا عايزة ريتيرن ون يعني انا وصلت للدستنيشن لو الان بتاعتنا دي كانت اظهر من الزيرو بتاعتها انا عديت فهاريتيرن زيرو ده كده البيس كيس بتاعتنا طيب مفروض ان انا بعمله بعد كده بريتيرن الستيرز يبقى دي اول او اول try معانا فلص ان احنا نتراي ان احنا من minus 2 وهنتراي ان احنا من minus 3 كده انا بعمل ايه كده انا بروح اجرب كل الكمبيناشنز ان انا اطرح واحدة مع كل الكمبيناشنز ان انا اخد خطوتين مع كل الكمبيناشنز ان انا اخد ثلاث خطوات طبعا الكمبيناشنز دي كلها اللي هي تبقى 3 power n يعني رقم كبير جدا بس في الاخر هيرجع لي يعني مسلا لو جربنا انا هنعمل وف اربعة بقش اربعة هنعمل اتنين الاول هنلاقي ان الاوبوت بتاعنا اطلع اتنين دفعنا الطريتين لو جربنا مسلا اربعة هيلاقي الاوبوت طلع سبعة طبعا مش هجربهم يعني بس هما اكيد سبعة لو واحد هيطلع واحد انا هاخد واحدة بس هي دي الطريقة الوحيدة اللي ممكن اوصل بيها وهكذا ده divide and conquer من غير دي بي طبعا لو عايز اعمل دي بي فتعالا نعمل اول طوب داون ابروش زي ما قلنا ان احنا في الاول بنعمل اكسترنال ميموري الاكسترنال ميموري هتبقى 1 ديمينشن لان انا عندي برامتر واحد بس اللي بي تغير فهيبقى 1 ديمينشن فكرة السؤال هنا ان احنا في البداية خالص في البيس كيز المفروض ان البي بي انا بروح اه بقصين يعني لما باجي اعمل فبعمل كالكليت وقصين في نفس الوقت للباس كيز الاول بعد كده ما دون الباس كيز بروح اعمل ايه بروح اعمل كالكوليشن بروح اكالكليت بعد كده ايه اخزن الفاليو بس انا قريدي عندي ثلاثة كولز هنا فالاحسن ان انا اعمل ايه ان انا اقوله ان db of n minus 1 دي المفروض ان هي هتعمل ايه هتبقى stairs of n minus 1 طبعا هنكرر دي للاثنين والثلاثة كده انا عملت ايه كده انا رحت اعملت تكالكليت وصيف وبعمل ريتيرن ليه ال db of n minus 1 plus db of n minus 2 plus db of n minus 3 وقبل ما اعمل ايه لوجيك قبل ما اعمل ايه حاجه خالص بروح اتشكل اول if db of n not equal zero يريتيرن لي على طول ال db of الان كده انا بعمل ايه كده انا بتشك بمكشور ان هي مش محسوبة لو هي حاجة محسوبة already بروحها على طول باك لو هي حاجة بعد كده بخزنها بروح اعمل بعد كده بخزنها بس كده دي فكرة الايه الطوب ده طيب لو انا عايز احولها ال bottom up بنعملها ازاي بتاعها نعمل نفس بس طبعا الطوب داون بقى ال bottom up sorry احنا كل اللي بنعمله ان انت بنشوف ال start point بتاعتنا ال start point بتاعتنا بتبقى منين من البس كيس البس كيس بتاعنا كان من الزيرو او actually احنا مش من الزيرو كمان احنا احنا عندنا ثلاثة ايتم ثلاثة كيسز بنختار ما بينها ال db of الزيرو مفروض دي بتساوي ال db of ال one مفروض ده بيساوي one ال db of two مفروض ده بيساوي one برضو ليه بخليها وان انا عندي طريقة ان انا دي التراية الاولاني دي التراية التانية والتراية التالتة عند db of ثلاثة يعني اول ثلاثة ثلالة يبقى db of one db of two db of of three طيب بعد كده بعمل ايه دول اول ثلاثة initial values يعني بخليهم عندي اه طبعا كمان انا ممكن انا ممكن اخزن بس دي بس يعني لان منطق ان اتنين وثلاثة هيبقى ليهم options تانية بس تعالوا خليها كده دلوقتي وبعمل فلو من i بتساوي zero لحد الايه لحد الان طيب تعالوا يمسي حدولوا هنعملهم كلهم مرة واحدة مع الايه هنعملهم مرة واحدة هنا يعني او خليهم مش هتفرق يعني انا كنت هقولك ان ال conditions بنعملها هنا برضو يعني علشان بدل ما نعملهم بره ممكن مثلا نبدأ هنا الكل بتاعنا من اتنين عادي بس مش هتفرق كتير يعني ممكن نبدأ من اتنين خلص خلينا هنا ان هنبدأ من اتنين ونبدأ نقوله ايه ايه ال conditions اللي انا عايزها هقوله والله لو الاي ماينس واحد اكبر من الزيرو بتاعنا ان انا ممكن احسبها فسعتها db of الاي بتساوي db of مش بتساوي وبعدها minus equal db of i minus one طيب لو الاي ماينس ايقل هي بتبلاس ايقل db of i minus two تي condition برضو اللي هو ده بس المرة دي لو بتلاتة ساعتها هنعمل ايه هنقوله ان db of الاي plus equal db of الاي طيب انا دول عملتوا منين ببساطة شديدة جدا شايفي الكونديشنز دي انا كل اللي بعمله لانا بروح اغير كل db كل اسم function بخليها db وبعد كده ببدأ ان انا ال n دي الrepresentation بتاع ال n عندي هو الاي فبكونفيرت بحاول ال n بخليها اي كما اينا سوم اينا سوم اينا ثريقة ايه دول التلاتة بتاعتني دول التلاتة كيسز اللي موجودين عندنا اللي انا عايز اجربه وفي الاخر خالص هعمل اينا اينا فلو اجربت ان انا عمل طبعا دي هترجع لي واحد عادي طبعا هنا اعمل اجربت اجربت واحد هترجع واحد عادي اتنين هترجع اتنين طبعا نرجع نجرب اربعة افروض اربعة دي هترجع كما ترجع سبعة رجعت سبعة فعلا طبعا انا كممكن امسح دول عادي لو مسحنا دول هتعمل نفس الفيجس طبعا هنخلي دي تبدأ من الواحد ونخلي ونخلي ساعتها تشتغل عادي وطبعا لو جينا نبص على كودزة ده فكودزة ده بيمشي من واحد لحد الان يعني ده يمشي نحن نقوم بمفتر انا هترجع انا نقوم بمفتر نحن نقوم بمفتر سوف نقوم بمفتر انا قلنا من شوية ان مفروض ب انه يقوم برد يبقى 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 T N-1 حل plus T-2 plus T-N-3 plus 1 هذا الكود الذي قلناه من قليل الفكرة أننا هذه الأشياء كانت فيها أو تضحك كثير ما يقوم بساطة أن أضحك يعني أضحك 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 نقط هذا الذي يقوم بساطة أضحك 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 اضحك كده ياخد أعلم الأرقام المختلفة أعلم أنه الأرقام المختلفة عندي تبدأ من الواحد كده للاند يبقى اذا الكود ده الكمليكسي بتاعته هتبقى ايه هتبقى او في انه بس طبعا بيبقى فيه بلاس اوفر هيد شوية اللي هو بتاع الريكيرجن لان الريكيرجن ده الفونكشن كول نفسها الفونكشن كول دي بتاخد تايم بلاس انه بيبقى فيه الستاك ميموري فدي برضو بتبقى اوفر هيد شوية عكس البوتوموب يعني فعشان كده يعني فنخلي بنا انه حطوب دهون لو وجدنا نعمله اناليسيز طالما انا عامل دي بي كونتشن فده معناها ان هو بيتشك على ديستينكت فاليوز بس ومش على كل الاوفر اا الاوفر لابس فكده ده معناها ان هو بيخرج برا قاعدة الريكيرجن لان هو بيتست الارقام اليونيك بس ده كان الاناليسي بتاع الكود فوحل السؤال الخامس في شيط الدي بي فبالتوفيين شوالله او رو بينا فنگميان شوالله فلنبان